نبدأ بالدرس الأول طريقة السلف مع القرآن هل ترك السلف قراءة القرآن والتدبر والنظر في معاني الآيات وحفظ القرآن؟ هل حفظ القرآن بدون تدبور ولا عمل هل حفظ القرآن ونظرو في معاني الآيات عملو بالقرآن إذن نحن لابد أن نسير على طريقة السلب نتعلم نصحح القراء خاصة سورة الفاتحة ننظر في تفسير مختصر للفاتحة مثل تفسير بن سعدي مثلا إذن نحفظ ونظر في معاني الآيات ونستعيم بالله العمل لابد نصحح قراءة الفاتحة أهم شيء لأنها ركم في الصلاة سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة لو يوجد واحد عندكم مثلا في البانيا يفتح جريدة مثلا وينظر هكذا ويضحك نعم نسألو هل تفهم هذا الكلام؟ نحفظ يقول لا لا أفهم هذا مكتوب بالحروف اللاتينية لكن إنجليزي وأنا أفهم اللغة العلبانية هي الحروف واحدة نعم أنا برشان الله يشكروان ألا طينا ولكن نسألو هل أنجليزي ولكن أخوض أعظم أنجليزي كيف هل هذا القران هو مجتمين بشكل ويشكل ويشكل لكن كيف لا تفهم القران كيف تخذ القران وين تحكون المعنى سي كون يوجد أنت الله ثلاث جهل لأظيش قران التقران درسل قران التقران إذن أهم شيء عندنا سورة الفاتحة وقصارة سورة يعني من الدوحة إلا النسل كشت جام مرن سيشم أشت سورة الفاتحة ده 5 سورة تشكورة تجام 3 سورة ضوحة دره تكسورة النسل